في عيد القيامة تتجدد حواسنا التي بها نحيا فنرى السماويات ونستطعم الروحيات ونعيش في حياتنا ونتمتع بهذه الحواس لكيما تكون مداخل للمعرفة الروحية في واحد لما يقرى الإنجيل حواس الروحية هي اللي تفهم في واحد لما يقف يصلي أذنه أو فمه كحواس روحية هي اللي تسمع وهي اللي تتكلم لما واحد يقعد يقرى في سيرة قديس أو يقرى في كتاب روحي كده أو يستمع إلى عزة في واحد يسمح كلامه خلاص وفي واحد تستيقظ حواسه الروحية عشان كده وانت بتصلي في القداس النهاردة ارفع قلبك وقل له يا رب اعطيني هذه الحواس المضيئة والأفكار النورانية ولا تجعل ظلمة الآلام تغطيني اعطيني يا رب هذه الحواس المضيئة في البصر وفي السمع وفي الشم وفي التزوق وفي اللمس واعطيني يا رب ان لا تكون حواسي حواس جسمانية نحن نصلي في صلاة الساعة التاسعة ونقول امت حواسنا الجسمانية الحواس الجسمانية دي للتراب ولكن الحواس الروحية للسمى فاهتم ان تكون حواسك روحية نحن نشكر الله الذي اعطانا ان نفرح في هذا اليوم فرحة القيامة المجيدة لكيما تملأ حياتنا وكنائسنا وبيوتنا وتملأ بلادنا وتغمر العالم كله